السلام عليكم شو الله تكونوا بقى الفغير اليوم جبت لكم فعل من اكثر افعال المستعملة في اللغة الاسبانية وهو فعل كوخير خلينا نشوفوا معاني كوخير وقت ايش نستعمله والفرق بينه وبين تمار ما تنسيش مش تشتركوا القناة ويلا نبدأ اول استعمال يعني يأخذ لكن يأخذ وسيلة من وسائل النقل مثل كوخير الاوتوبوس يأخذ الماё يأخذ المنزين يأخذ الوايق هنا صرفت فعل كوخير مع الأنا فالحرف الخي تتحول إلى الخوطة لأنه إذا ما نغيروا هذا الحرف اللفظ يصبح كوغو وهذا غلط لازم نحافظه على الصوت متاع الخا كوخو المعنى الثاني هو بمعنى أن تأخذ شيئا مثلا تشوف شيء فوق الطاولة مثلا كأس عصير أرسول waste خذ اثنين خذ dos si quieres خذ اثنين إذا تريد خذ dos bombones si quieres خذ قطعة من الكيك خذ un trozo de bizcocho خذ un trozo de bizcocho إذا نعود هنا فعل tomar لأنه فعل tomar يعني يأخذ لكن بهذا المعنى في هذه الجملة إذا أقول أستطيع أن أخذ قطعة bizcocho puedo coger un trozo de bizcocho إذا نغير tomar هنا تعني tomar يعني يأكل بمعنى هل أستطيع أن أكل puedo tomar un trozo de bizcocho هنا تعني أن أكل وليس أخذ هو الفرق في هذا الكنتكستو الفرق بين coger y tomar أنه tomar يأكل أو يشرب و coger يأخذ شيئا المعنى التالي هو coger de la mano coger a alguien de la mano تعني أنك تمسك بيدي شخص وذين ستعملوا أكثر مع أطفالنا فتقطع الطريق مع ابنك وتقولوا امسك بيدي كيف نقول هذه الجملة coge me de la mano coge me de la mano إذا نعيد كيف أقول امسك بيدي لازم تحفظ هذه الجملة coge me de la mano podemos también usar el verbo coger في معنى أنك تأخذ أيام عطلة أحنا قلو أزد البعربي راح أخذ أيام أو أخذ عطلة أخذ أيام عطلة قلو سأخذ أيام عطلة أخذ أيام عطلة سأخذ أيام عطلة سأخذ أيام عطلة كيف نزلت برد أو الزوكيم الزوكيم أو نزلت برد بالإسبانية هي أخذ أيام عطلة إذن سأخذ engage أخذ أيام العطلة ومن ثم يبدأ بإكig توضي إنت Bryce reach أخذ حوى في صدر أخذت أخذ في صدري أو أخذت حوى في صدر في صدري بالإسبانية كيف نقول به كيف اقول في صدري لم اقل حاول ان تتجنب ضمئر الملكية مع اعضاء الجسم لا نستعملها كيف اقول اخذت هوا في الحنجرة اكتبلي الاجابة بالتعليقات يأخذ شخصا يعني بين ذراعي نستعملها مع الاطفل كيف اقول احمل ابنك بين ذراعيك كوخير في الامر تصبح ديما الامر ننزع فقط الاري يصبح الامر مع الانتا كوخي احسنت هل اقول كوخي اتو 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 مثل اذا اردت انا اقول ابنك يبكي الان هو عم يبكي ابنك يبكي ما هو فعل البكاء؟ جرار جرار إذا أقول ابنك الآن هو بيبكي إذن هنا لا نستعمل presente بل نستعمل زمن المضارع المستمر لأنه هو عم يبكي الآن ما زال يبكي إذن هذه الفيديوهات ديما الأشخاص عندها مستوى متوسط ليس مبتدئ مبتدئ لأنه لازم تكون تعرف الأزمين خذه بين ذراعي كيف أقول هذه الجملة؟ كجلو 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 والجملة الشهيرة التي كنا استمعناها في لحظة ما لا تمسك ابنك و ابنتك طويلا أنه يتعود كيف أقول هذا؟ كيف أقول كيف أقول لا تضعه لا تضعه لا تضعه لا تضعه انتهينا ان شاء الله نشوفكم في الفيديو القادم مع فعل اخر والفعل الجي ان شاء الله سيكون فعل مهم جدا لا تنسى ان تشترك في القناة وتشترك الفيديوهاتي مع اصدقائك واللايك نحب لايك برشة لايكات